اعطيكم العافية جميعا ان شاء الله الان رح نبدأ بشرح اللاب الرابع من مادة المايكروبيولوجي. في هذا اللاب احنا رح نحكي عن تمام? في المحاضرة الماضية. على كالك كيف احنا بنعمل الميديا في المحاضرة الثانية في اللاب الثاني. كان كيف احنا بنعمل الميديا كيف صنفناهم في هاي المحاضرة واحنا حكينا طبعا انه احنا بعد ما احنا نعمل او الميديا لدي زراعة يعني. اه بيكون هدفنا انه نعمل لإيش? وصف لإيش? كمام? الشكل او شكل مستعمرات للبكتيريا. وفوردو نوصف اللي هي الالوان والصبغات اللي بتطلعها البكتيريا. حسب بحاصة بغل مستخدمينها برضو. وموصف كيف بتاع البكتيريا تمام? في هذا اللاب خاصة تمام راح نحكي عن كل بكتيريا تقريبا طبعا يعني مجموعة بكتيريا تمام? احنا راح نمسكهم يعني هردهم كيف بكون شكلهم على الاغار. طبعا الاغار الوحيد راح ما هو في هاي المحاضرة هو البلد اغار. وطبعا في بعض البكتيريا يستخدموه فيها ما كونكي اغار. فهو تقريبا يموحد لك كلهم انه اغار واحد لهو البلد اغار بس. بحيث انه ما يعجقك انه مثلا هذا نوع ثاني من الميديا وكذا. احنا اخذ شوية بسيطة. اللي بديك تعرفوا انه من هاي المحاضرة. احنا بنا نعرف نوصف او نعمل لشيب بتاع الكولونيز. للسايز تاع الكولونيز. للستركشار بتاع الكولونيوف البكتيريا. تمام? فالنتركشن بيحكي لك بروفايتز اديشن الانفرميشن فور ذا اينتفكيشن فوف ذا بكتيريا. الهدف من كل هذا الحكي انه احنا نحدد الكولوني تمام? وانه نعمل زراعة. انه نزود يعني نزود المزيد من المعلومات عشان نعمل اينتفكيشن يعني عشان نعمل تحديد هاي البكتيريا ونعرف شو نوع البكتيريا هاي الموجودة في هذا الكائن الحي. سوء ان كانت نتيجة انه هاد عنده والله فانا سحب من معين عشان اعرف انه هايش البكتيريا المعشان اقدر اعطيه الانتبيتك المناسب اليه. طيب. كولوني اس ديفايند از افيزبل ماس اف مايكرو ارغانيزم. يعني شو الكولوني شو المستعمرة هي عبارة عن فيزبل ماس. ايش يعني فيزبل ماس? يعني ترى في العين المجردة. كتلة ترى في العين المجربة. مسموعة من ايش? من الكائن الحي لانا زرعته. تمام? من كان الحي لان زرعته. يعني زيك اني مثلا باخد تمام? يعني باخد خلية وبكتيرية واحدة. طبعا هي عن طريق اللي انتو اخدتوها برضو في المايكروبيولوجي. المادة النظرية. انه ايش? بتنقسم انقسامات عدة تمام? وايش بتنتج لعدد كبير من البكتيريا. تمام? فهي بتكون بكتيريا واحدة بتكبر. طب كيف بتكبر? حكينا في المحاضرات الماضية انه احنا بنعملها خطوات عديدة. اهم خطوة حكينا انه مثلا منحط في الانكيبيتر. منحطم في الحضانة. محتو mine. نحط درجة الحرارة المناسبة. محتو لدرجة الحرارة مناسبة. ومنوفرها الرهي مناسب لها. منوفرها درجة المناسب لها. منوفرها درجة المناسب لها. موافرها المناسب لها المناسب لها وكل بكتيريا اليها اشي خاصة فيها. إذا اقول لكل ت魔 dewك temام? فبحكي لك يعني انت بعض ما تطلع injustice hay تمام? بعدما تطلعier стол �非 Apa植 nest 즈 radiant على الآجار تمام بحكي لك انه الاختلافات بين هاي البكتيريا تمام بتكون موجودة فالاختلافات هاي هي اللي بتحدد لك انه شو نوع البكتيريا هس رح نطلع تحت احنا لما نكون ندرس الآجارات ونطلع على البيتري ديش رح تشوف انه كل بكتيريا لها شكل خاص فيها كل بكتيريا لها شكل خاص فيها والبيهمني جدا من هاي المحاضرة او من هاد اللاب انه بيجع لي أسل كثير انك تكون حافظ شكل الآجار بسط يعني بدك تقعد مع حالك في هاي المحاضرة بعد ما تخلص معي تمام انا رح أولا سهلكم ايام بس بالاخير يعني والله هو حفظ يعني عليك انت تمام فدك تقعد وتقعد تحفظ كل اقار شو بسوي او كيف بيكون وضعه تمام فاحنا حكينا في هاي المحاضرة غالبا رح نستخدم البلد اقار تمام والشكلة اقار طبعا هم نفس بعض البلد اقار يساوي الشكلة اقار ولكن بالشكلة اقار رح حكينا انه بيكون هيتة بلد يعني بيكون الدم مسخن تمام وحكينا انه في بعض بعض الاغارات اللي هون رح نشوفهم رح تكون زي الما كومكي اقار ازا مش ذكرينها اللي كنا نكشف فيه عند ايكولاي تظهر بشكل بينك وغيرها من غيرها من الاغارات اللي احنا حكينا عنهم في المحاضرة الماضية ما في داعي منهي دون طيب طيب بحكي لك يعني انت دك توصف هاي الشغلات يعني كل يعني كل كلشور بتطلع علي او كل ميدة بتطلع عليها عليها بكتيريا بتك توصف الشيء بتاعها الشيء بتاعها دائري او غير منتظم رادياتي دي يعني متوزع او زي اشعاي ريزويدز بيكون شكل زي زي الوردة من اللي كتر نحكي فيلمنتوس بيكون زي الخيوط اللي طالع منه خيوط كتيرة تمام غاسة طبعا رح نشوفهم تحت بالصور الصيز بحكي لك بيم بوينت بيم بوينت معناته زي كنا غزة الابرة هيك غزة ابرة واحدة سمول بتكون اصغر تماما بيكون صغيرة هيك الميديم بتكون وسط واللارج بتكون كبيرة الاليفيشن تاعها زي كنا بتطلع على بتطلع على الميديا او الكلتر من الجانب من الجانب بش من فوق بتطلع عليها من الجانب هل هي فلات يعني خلص مستقيمة متساوية هل هي ريزد تمام هل هي ديمبلد ديمبلد بمعناته زي كنا بتكون زي فقاعة المي تمام كومفكس بتكون مقاعرة تمام المارجن المارجن يعني بتطلع على الاطراف تحييتها هل هي انتير يعني هل هي كاملة او لا اطراف كاملة هل هي ويف بتكون شكلها زي الامواج هل هي فيلي فورم وهكذا تمام هسا هل هسا تسألني انه هل احفظهم هدول وحكي لك لا ما تحفظهم تمام هسا احنا راح نحفظ معل الشغلات لكل بكتيريا مثلا احفظ لي تلت خصائص الها تمام ولكن المهمني من هاي المحاضرة المهمني من هاي المحاضرة انها تكون حافظ شكل اقار والبكتيريا تمام تمام حسا بالنسبة للأبيرانس الابيرانس هل هي شيني يعني هل هي لامعة هل هي ضل يعني مش لامعة الابيك يعني مبهمة تقريبا انه مش معروف شو هي التكستشار تاعها اللي هي الملمس تاعها سموث ناعم روف يعني بيكون خشن الوت هل انت بتحس انها وتد يعني بتحس انها مبلولة هل هي دراي هل هي موست تمام مرتبة هل هي ميكويد وهكذا في سكوستي تاعها برضو بتطلع بنطلع على الكلور تاعها هل هي كالرلس هل هي بينك تمام البينك بذكرك مين البينك بلقي كلها على المكونكي بلاك بذكرك بالسلمونيلا على وين بالسلمونيلا على الاساس اقار اللي هو السلمونيلا شاقيلة اقار بتظهر عليه على شكل بلاك حكينا لانه اتش تو اس بوزيتيف وما حكينا من محه برضو بيجي السلمونيلا بيجي السلمونيلا تاي فوي والسلمونيلا بارا تاي فوي بي و سي بيظهروا على بلاك بينما مش ساقيلة لا بتظهر ما بتظهر بلاك لان ما بتنتج اتش تو اس يمكن يكون رد برضو تمام يمكن يكون بلواش گرينز بلواش گرينز راح نطلع على بكتيريا و راح نشوف هاي الالوان كلياتها تمام هسه مختصار الحكي هون ما بدي منك اشي تمام ما بدي منك اشي هسه هون شوي بنا نطلع عالشيب الشيب سيركولر ايش عالي سيركولر او انتير انتين نفس الاشي انتين انه دائري تمام لاحظ انه كيف ايش دائري تكنيك تمام اللي احنا حكينا عنها كيف مبلش بلش من هون هيك خطوط بعدين هيك بعدين هيك لازم اشوف ايش الابيرانس فالابيرانس كان سيركولر او انتير فعنهم بس وصف ما بديك تعرف شوي البكتيريا هاي بحكيتلك شكلها بكون زي ورقة الشجرة او زي الوردة تمام يكون حافظها هاد الشكل في الاريجولر طلع كيف الاطراف تاعتها المارجن تاعتها تمام تلاحظ انه ايش الاريجولر زي الغيمة تقريبا جاي فهي مش اطراف منتظمة تمام انتو اتوقع اخدتوا نيبلاجيا وصيرتنات منضوها الكانسر احنا بهمنا كتير شغلة انه نكون اميزين شو يعني الاريجولر الاريجولر دائما لما اوصف اي اشي الاريجولر سواء ان كانت مثلا حبة طالع على الجلد عشان اعرف انها هل هي هل هي ميليجن انت او هل هي بناين مثلا لازم اطلع الاطراف اذا كانت مستقيمة انا هم باستبعد ان يكون ميليجن انت بينما اذا كان الاطراف هيك 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 شكلها اقلي يعني مش حلو انا هم باعرف انها مثلا ميتبلاجيا هون نفس الاشي اذا كان اطرافها دائرية خلص انت جاي ذا دائرة هون بحرف انها سيركولر او انتائر بينما اذا كانت الاطراف متعرجة بتكون تمام؟ نفلمنتز بكون شكلها زي الخيوطة زي الخيوطة هدا بالنسبة للشاب حسا بالنسبة للسايز قسمناهم الى بنتبوينت طلع كيف زي غزة الابرة زي غزة الابرة بينما الارج كبيرة المستعمرات كثيرة كبيرة طبعا انا قاعب اوصف للمستعمرات بينما الاليفيشنز حكينا بنطلع على نطلع عليها نحن من جانب ما نطلع عليها من فوق هل هي هي ريزت لاحظ انها لفوق هل هي كونوكس زي دوائر هاي هي اليبنيت عفوا هذه هي الصحن الفضائي دمبلد هي كم قطرات الماء كم انك اضعت ماء في ماء الفلات هي مستقيمة على سطح الأقعر هنا اوصف اشكال عندك سيركولر عندك اطراف غير متضمة عندك في المنتس تكون ايش كثير خيوط طالعة المريزويد تكون لأ طالعة منها خبط شوي هذه بالنسبة للإليفايشن هل هي ريز مرتفعة هل هي كومفكس يعني بتكون مقاعرة اكثر من الريز طبعا الفلات بتكون مستقيمة اليوبينيت حكينا ايش بتكون بتكون زي الصحن الفضائي وهاي هنا السترتفور تمام؟ فانت خليك مركز على شغلة انه انا ما بلزمني ان اكون حافظ هذول كلياتهم ولكن بلزمني ان اكون ايش عارف كل بكتيريا كيف شكلها اللي هو تحت الاسلالات التحت هين مهم حسا بالنسبة للمارجن اللي هي اطراف هل هي انتيرك يعني كاملة هاي طلع كيف كاملة هل هي يندلويت يعني بتكون ايش مالها بتكون زي كنها مواج نقدر نحكي عنها ويف برضو هاي وفليفوفورم اللي هي بكون زي كنها طالع منها زي كنها طالع منها الاشكال فانحنا هلا نكون عارفينه هسا بالنسبة لانه احفظ هذول كلمات او احفظ هذول جمل انا الصراحة ما شوف انه مود ما فيه داعي للموضوع احفظ لي مثلا انه سيركولر الريجولر فلمنتس هذول احفظهم ريزويد احفظها احفظ لي هاي احفظ لي انه كومفكس او ريزد احفظ لي انه انتير تمام والويف هذول احفظهم باقي الاشكال ما فيه داعي احفظهم لانه اصلا البكتيريا التحت كلياتهم فيهم بس الاشكال اللي انا حدث لك ياهما اصدر طيب بالنسبة للأبيرانس حكينا يا بتكون شيني لامعة طلع كيف زي صفار البيض فهي شيني تمام بتضل طلع كيف يعني ما فيش عليها لمعة يعني لو احطرها ضو ما بتطني لمعة فهي ضل الاوبيك يعني مبهمة شكلها مش قادر اعرف هل هي بتعطي ضو او لا احفظ بالنسبة للتكستشار اتوقع انه واضح بتقدر توصف اي اشي تكستشار تاعه اذا شفته انت بالمع تقريبا اعرف انه smooth اذا شفته هيك خشن وفيه يعني فيه تقرحات اعرف انه نروف اذا شفته وات اش يعني وات اشهر مثال على الوات اللي هي الكلابسيلا بكتيريا الكلابسيلا تمام؟ هاي الكتيريا انت لما تطلع عليها على الاجار بتحسها زي كدها يعني كيف اقول لك بتعرف كيف الزئبق الزئبق هو عبارة عن معدن سائل معدن سائل صح لو انا عمسكه احطه جوه صحن الزئبق بيصير بشكله زي المي تمام؟ فبكون شكلها نافس الاشي نافس الاشي تخيل مع الشكل رح وريك المتاحت هسا بالنسبة للبجمينتيشن هل هي بجمينتد او مش بجمينتد تمام؟ اذا كانت لون بجمينتد يعني لونها ابيض لان لون الطبيعة عاييكون ابيض بجمينتيشن بيكون لونها الالوان العادية بلاك ريد بنك أورنج براون ايا كان هون لون احده متاها هملس يقولنا اكثر من مرة انه يقول هل هي يموليسيس قول هل ان نقسم البكتيريا الى الف Memolysis بيته موليسيس و جاموليسيس و فيكونا نيوفي فيكونا نيوفي انه واي CSs انه من هدول الفا هملسيس هادول اللي بيعملو بارشل بيتاهملisis هيكونا تماما بينما الجاموليسيس ستصل بال child لا لن Liu هذه هي segue لمكتور الكريات الدم الحمرة أبداً العادة والأفادة لا تكون ما يقتعةigent لكل الدم نعم؟ لأنها بلد أقر هاد هذا يعني عبارة ريسير هذه البكتيريا تقوم بتكسر للمكان تقوم بتوغيرها أبيض فيها تقوم بمكتور كبير كبير تقوم بتسهيل الكريات دم الحمرة فتظهر بلون أخضر لا تقوم بتسهيل الكريات الدم الحمرة أربداً فتتبعها محلقة طيب هون الشغل اللي هاي نركز عليها غالبا راح يجي سؤال هون عنا فيه certain bacteria بتظهر some unique characteristics يعني فيه بعض البكتيريا إلها خصائص خاصة فيها لحالها زي مثلا عن السودومونس إرجنوزا لما أجي أحكي لك أني أنا قاعد بوصف لك في السؤال في الكيس تاعتك بوصف لك أنه السميل تعتها سويت تمام وشكلها زي الجريب لايك تمام زي العنب هون على طول بعرف أنها السودومونس إرجنوزا يعني السودومونس إرجنوزا بتعطي رائحة جميلة جدا تمام تمام في عنا بكتيريا برضو البروتووس البروتووس هاي تمام ريحتها بتكون زي شوكلة كيك زي كيكة في شوكولاتة بيكون ريححتها تمام البروتووس برضو بتكون كلماذ يعني كاذ worn de ils يعني بظلها تعمل زي الأمواج هايك طرى كيف هاي هاي البروتووس لاحظ كيف عملتissible يعني زي كنا كيف زتت حجر بالنص بالبحرة وإيش صارت تعمل أمواج بشكل دائري الكليب سيلة طالع كيف حكيت لك بيتكون very wet إذا متذكر كنت أخي لك عن التكسشار تاع البكتيريا كنت أخي لك إنه بتكون wet شو يعني wet طالع كيف؟ أخي لك زي الزئبق بتكون زي السائل طالع كيف؟ بتلاحظ أنها سائلة يعني أنت بتحسس أنه إنت لو تحرك الأقار هاد ترفع مثلاً بتعمله slope يعني تميله رح تلاحظ أنه رح تحس أنت إحساسك بكون أنه هاي رح تنزق رح تمشي زي المي تمام؟ ولكن هلأ بتكون هيك شكلها هيك شكلها wet طيب هس رح نبلش بالإيش المهم تمام؟ اللي هو إحنا بدنا نحكي عن كل واحدة تمام؟ كل بكتيريا وشو الشكل تاعها لازم يكون حافظينه بصم تمام؟ لازم يكون حافظينه بصم هسه بالنسبة لكل البكتيريا اللي موجودين هس طرح نحكي عنهم كل ياتهم معمولين على البلد أقار كل ياتهم معمولين وين؟ على البلد أقار يعني هم واحد الأقار تمام؟ تمام عنا السودومونس أرجينوزا اللي هي أول بكتيريا حكي عنها السودومونس أرجينوزا مشهورة جداً للبكتيريا هاي بكتيريا هاي كثير موجودة في المستشفيات سواء كانت في أجهزة غسل الكيلة دياليسيز في أجهزة التنفس موجودة برضو في غرف العمليات فنحن نخاف منها كثير بموضوع العدوى من المستشفيات عشان لك إحنا غالباً لما واحد يكون عندنا بريض عملناه إدخال على المستشفى اللي علاج إش معين أو اللي عملية جراحية معينة بعد ما يطلع تمام؟ بنعطيه أنتيبؤيو ديك لمدة خمسة ايام احتياطاً عشان نكون خايفين إحنا غالباً من السودومونس أرجينوزا تمام؟ بدك تعرف اللي عنها إن بكتيريا هي عبارة عن أكسديز بوزيتف بكتيريا تمام؟ ركزل على إنها أكسديز بوزيتف ضرورة تعرف هاي المعلومة عنها وبرضو بديك تعرف شكلها الأهم من كل هذا الحكي أنك تعرف لي شكلها حس بالنسبة لهذا كله بصراح ما بلزمني طلع كيف؟ بديك تعرف أول إشي تمام؟ إنها من اسمها أنا ركب يعني عمل طريقة شوي يعني إن كنت ساعدكم السودو يعني كاذب صح؟ لما أتطلع عليها البكتيريا رح ألاقي إنه زي إلها إيش؟ زي الإميبيا اللي هي السودوبيديا كنا نسميها الزكرة السودوبيديا اللي هي الأقدام الكاذبة وما تطلع على المستعمرة بكتيريا في الأيار رح تلاحظ إنه كيف كيف كان إلها إيش؟ أهداب أو إلها أقدام كاذبية لما أشوفها فأعرف إنها السودو فأقصد أنت أربط إنه السودو في سودومونس تمام؟ هيك أحفظها سودو في سودومونس طلاع كيف؟ كلها أطراف إرغولر لاحظ إنك أنت بتحكي إنت رح تحكيهم لحالك طبعا يعني أنت بتقدر توصف هاي الأشياء لحالك مش داعي إنك تحفظهم تمام؟ ولاحظ إنها مش شنة ولا هي ضل يعني هي مش شنة ولا ضل إيش داي؟ زي أوبيك مبهمة أنا مش قادر أحدد إن هل هي شنة هل هي لعمعة أو هل هي ضل مش لعمعة أنا أحطتها أوبيك تمام؟ بتلاحظ إنها مويست برضو مويست يعني بتحصها إنها زي رطبة مش وصل مرحلة ويت إنها تحس إنها مي لا أنت بتحس إنها زي عليها مي عليها رطوبة تمام؟ ولكن هي مش سائل تمام؟ فإنت هيك أوصف يعني هاي مثلا ريزد لما أجد أطلع عليها لاحظ إنه من هون ها أطلع كيف؟ مرتفعة تمام؟ مرتفعة من هون ها لما أجد أطلع عليهم بلاقي إنهم مرتفعة إرغولر لما أطلع الشكل ها طلع كيف؟ بتلاحظ إنه الشكل إرغولر فعننا أني كلير مارجن بطبيعي لأنه أصلا حكينا زي السودو بيدي إلها زي الأهداب الأهداب حكينا إيش هي بتكون زي الأقدام الكاذب هيك بتكون متعرجة فهي إرغولر فأكيد رح تكون أني كلير مارجن بتحسها مويست حكينا حكي الحمام محسها ويت الويت حكينا بيكون شكله زي المي زي السائل هيك بتحسه هو سائل بينما الويت المويست عفواً بتحسه رطب بتحسه إك إنك راش عليه مي رشع بتحسه لأفش عليه ولا نقطة مي تمام هيك أنت أوصف الأوبيك والشني هدول عكس بعض الشني إنه بكون لامع الأوبيك مبهم أنا ما بكدر أحكي عنه لامع ولا بكدر أحكي عنه ضل تمام والبراونيش غريز إيش يعني بكون البراونيش غريز اللون تاعب بكون تقريباً غري طيب هذا من نسبة لأول إذا إحنا وصفنا الشكل عرفت كيف توصفه مش ضرورة تعطي الدقة هاي مش ضرورة تعطي الدقة هاي إن تكون متاهم إنه كيف دع عرف إنه ريز دع عرف إنه إرغولر بدي عرف إنه أبيك تمام هدول اللي أحفظ لي يعني هدول اللي أفهم كيف أنت تطلحهم من الصورة إذا جب لك إنه أوصف لي إياها تمام يعني يمكن جب لك صورة تمام ويكون حاطت لك مثلا إنه هاي سودومونس مثلا ويقول لك أوصف لي فيها طبع أنت من الصورة أو قد أوصف لأنه لا بمتحان لا بعبارة عن صور المفروض إنك تكون حافظ هاي بدون ما تكون عندك صورة تمام كيف تطلحهم يا حبيبي شو بتتسوي بتطلع أول إشي على الشكل طبع أنت بكون عند الخيارات الخيارات شو بتسوي باختصار أنا نجد أختصركم موضوع كيف تحلوا هذا السؤال غير ما رح يكون فيه سؤال واحد زي هيك فكيف أنت تتحل الموضوع هس أنت عندك صورة تمام بطلع الخيارات بكون عندنا خمس خيارات نحنا أول إشي رح يكون مثلا حاطت لك ريجولر إيريجولر سيركولر أو هكذا خلص أول إشي بتطلع إيش على المارجن إذا بتطلع هل هي ريجولر أو هل هي إيريجولر أنا بتطلع الصورة وبحدد كيف تكون ريجولر ريجولر يعني هيك إذا إيريجولر هيك تمام تمام بالنسبة للرز شو بأسوي بروح بتطلع على الطرف هيك طلع كيف طلع على الطرف إذا لاحظت أنه فيه سواد معناته مرتفع إذا هو ريز تمام إذا لاحظت أنه فلات يعني خلص هيك جزء من الأقار بحكي إنه فلات تمام تمام هاي بالنسبة للشغلة هاي فعرفنا كيف نوصل هاي ونوصف هاي وعرفنا كيف نوصف هاي نوصف برضو المويست حكينا إنه فيه عنا يا بتكون ويت يا مويست يا دراي طب كيف أوصفهم إذا حكيت لك إذا كان ويت بكون شكله زي هو بتحس بتحس الكولني بتحس نفسه نفسه هو المستعمرة نفسها بتحسها زي السائل بينما المويست بتحس زيك إنها المستعمرة هي صلبة ولكن مرشوش عليها مي بينما باللي دراي بتحس إنه لأ هي كلها ياتها مش وصلها مي ولا هي سائل تمام تمام هاي تبديك توصفه بكل أنواع بكل أنواع الأقار تمام فإذا السودو حكيت لك تحفظها السودو من السودوبيديا يعني إلها بتكون زي الأهداب تمام فيه وبرضو احفظ إن السودو من سواد طبع كيف لونها لونها أسود إذا السودو بعطيني شغلتين السودو إنه لونها أسود تمام والسودو إنها بتكون إلها زي السودوبيديا أهداب كاذبة هاي بالنسبة للسودو منس إرجونوزك تمام تمام نجي نطلع على الإيكولاي تحت البلد أقار الإيكولاي بمزيها شغل إنها هي عبارة عن لاكتوز فرمنتاشن بوزيتف تمام لاكتوز فرمنت بوزيتف تمام عشان هيك حكينا عالما كونكي أقار شو بتعطي بتعطي بينك طلع تعطي بينك ها هي بينك الكولونيز كانو بينك تمام وهي هون برضو بينك فإذن هاي بنعرف إنها ما كونكي أقار لما أشوف خلص إنه زهري على طول بعرف إنها هي عبارة عن إيكولاي وهي في الما كونكي أقار طيب نجي نطلع عليها البلد أقار العادي رح اللهح شغلة إنها عبارة عن بيتا هموليسز كيف بيتا هموليسز لاحظ إنه لم حطيتها لها ضو وهي عندها بلد شو مساوي مكسر البلد مكسر البلد فإذن لما تشوفها إنه مكسر البلد تمام؟ وشكلها بكون يعني أصوف لكم شكلها بكون كيف؟ شكلها زي ملبس تعرف اللي ملبس القهو هاد بيكون شكلها نفسه تمام؟ لما تشوفه نلبس القهوة يعرف ان هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن إيكولاي طب يجي نصفها نصف الشكل طلع لاحظ انه مارجن تاعها سيركولر ها خلص سيركولر اللون تاعها بتطلع هون هاي لون وايت طب كيف دع عرف انه هل هي مرتفعة او لا حكينا شو ما نسوي؟ منتطلع على اطرافها طلعها على الطرف الطرف لاحظ انه مرتفع فهي برضو ريز طيب هل هي شيني؟ قلت حكي لا هل هي لامعة؟ انت شايف انه في لامعة؟ لأ مش فيش لمعة. طب هل هي ضل يعني هل هي فيش فيها لمعة برضو بقدرش أحكي انه فيش فيها لمعةعة. فإنة شو صنفتها على انها lepak حس ان بتطلع على الشكل هل وحس انها طلع كيف لمعة، حس انها صوفت نعم طيب هل هي أغارة من monstr injectية؟ لاحظ انو هي مش شكل Velahcare لاحظ ان انت ما تحس انها سائلة يعني هي مش أغارة وما بتحس انها ضل برضو لا بتحس انها خشنة فعنه هي مش ضل فاذا أنا ست احطها بحوطها كيف تلل هن�� حشة كانويا باقي هادور الثلاث ايش بتطلع ههم من الصورة ولكن يكون عارف انه شكلها ايش زي لملة بس اذا السودومونس حكيناك يشو ويكون هاي احفظها معي السودومونس ارجنازل حكينا عنها اول واحدة من اسمها سودو حكيت لكم زي بتطلع عليها زي الاقدام الكاذب الليها بيكون سودو وبرضو ايش بنطلع منها انه سودو من اسود تمام بيكون لونها اسود تمام تمام بالنسبة اللي ايكولاي حكينا عن ما كونكي اقار بيكون لونها بينك هي الوحيد بيكون لونها بينك لانها ايش لاكتوز فرمنتاشن بوزتوف لما طلع عليها على البلاد اقار حكينا اول ايش ديكون بيتا هموليسيس لازم تكون مكسر الكرات الدم الحمراء اللي حواليها وكيف بيكون شكلها كيف وصفنا شكلها زي ملبس النسكافية وملبس القهوة تمام تمام حسا بالنسبة للكلبسيلا حكينا كلبسيلا اهم ايش تعرفي عنها الكلبسيلا نيمونيا انها ايش بيكون شكلها شو بتكون بتكون سائلة بتكون ويت تمام chop تحسر أنها سائلة تحضرها بالفعل هذا الخطط موجود ه Personal دائما نلاحظ أنها مثل الخطط Provo سأحفظ هذه الفعلة أنه تعثب ذات عندما يكون هناك ثلاث هي عندما يكون هناك ثلاث يعرف انه crushed قريب川 3 ثلاثة كلب سيلا لأن الصور هاي نفسها بتيجى في الامتحان أو احفظ انه كيف زي كنه مكتوب بالصيني طلع كيف خطوط لما تشوف هايز الشكل تمام اللي هو هايز الشكل اعرف انها ايش كلب سيلا حلو حلو انت هيك اسميها كلب سيلا من زي الكلب شي يعني هيك بتكون زي اشي مقيدك تمام فهي بتكون زي الشبكة زي الشبكة شكلها هيك احفظها اذا السودامونس حكنا السود وايش كمان السودابيديا زي لها اهداب بينما الايكولاي حكينا بتكون لونها على المكنكي بينك تمام وعلى البلد اجار بتكون بيتا هملilot Yaz وتكون شو كمان بتكون شكلها زي حباتل الجهوة حكينا بينما لما اطلع لها واحسها سائري على طول بعرف انها كلب سيلا لاموانيا لاش لانها ويت حلو حلو طيب ناجه نحكي عن السلمونيナ السلمونيナ حكينا عنها كثير تمام السلمونينا السلمونينا طيفوي حكينا إنها اللي هو السلمونيلا شجال الأجار كيف بتكون معطي سواد معطي سواد على صفار معطي سواد على صفار هون بعرف إنها إيش السلمونيلا وبرضه بعرف إنها يا سلمونيلا يا بتكون سلمونيلا يا بتكون بارا سلمونيلا عفوا يا بتكون سلمونيلا يا بتكون سلمونيلا بارا تايفوي إيش بي و سي يعني يا السلمونيلا تايفوي يا السلمونيلا بارا تايفوي بي وC هم البعطي سواد بينما الشكل لأنا بتعطي سواد ليش لأنه H2S ما بتعمل هذا الغاز اتفقنا الشكلة هاي الوحيد المختلف هاي هي سلمونيلا ليش بتعطي زي خضار بتحس إنها في عفونة لما تشوف إنها في عفونة يعرف إنها شكل سلمونيلا عفون تمام؟ طيب ليش نحكي عن البروتوس البروتوس حكينا عنها فوق إذا ما تذكرين حكينا بتعمل سورمينغ سورمينغ إنه إيش زي كنك أنت زتت حجر والنص وطلع عمواج أول ما تشوف هذا الشكل اعرف إنه إحنا بنحكي عن إيش البروتوس سبيشيز وطبعا طبيعي إنك تقدر تعرف إنها الريجولر تمام؟ والأشياء اللي كنا نوصفها ففيش داعي إنه تقعد تحفظ بس إنت أحفظ الكلمات المفتاحية بيحكي لك عنها لكل بكتيريا طيب هاي بالنسبة للأسينوباكتر الأسينوباكتر فين لو بيجب لك سورتين عليها تمام؟ بدك تحفظ إنه الشكل لها كيف يكون زي كنك ماسك سكين أو عفوا زي كنك مثلا تقدر تعرف كيف توصفها إنت ثماني وصفها على إنها زي كنها زي الخرمشة زي الخرمشة بتكون طلع كيف لاحظ هون زي الخرمشة لما تشوف زي الخرمشة أعرف إنها إيش أسينوباكتر هذا اللي بيجب نعرفه من الأسينوباكتر تمام؟ على البلد أقار طبعا اللاستيريا سهل اللاستيريا إذا أنتم تذكرين حقيقة عنها مبارح اللاستيريا بتكون بتعمل 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 اللي هو اللي هو العربي اللي هو تسمم الطعام طب ما تبسير هذا تسمم لما أنا أطلع مثلا اللحمة من الفريزة تمام؟ وأحكي بدأ أطبخها وأستنىها إنها تدوم بعدها أرجع أرجع على الفريزة بعد ما دابت هون كثير معرضنا تنصب بالاستيريا وتعمل طب كيف تحفظها؟ شكلها زي ساعة الفاصولية بالضبط طلع كيف إذا كنتم طلع ساعة الفاصولية طلع هاي الفاصولية وهاي البندورة تمام؟ بنتحفظها إنولاستيريا شكلها زي الفاصولية تمام؟ الأسينوباكتر حكينا شكلها زي الخرمشة البروتواز حكينا كيف بيكون السورمينغ عفوا السلمونية اللي حكينا هي بتظهر سواد اللي أنا أشتوا أسبوزاتف وحكينا فيها عفونة الكليبسة اللي حكينا بتظهر بشكل سائل تمام؟ والسودامونز حكينا بتعطي سواد وبتعطي السودوبيدي هيك إحنا حفظناهم كل عياتهم حفظهم بهاي الطريقة الأستيريا حكينا هي جزي صحن الفاصولية طيب نجي نحكي عن كارينوباكتر دافتيريا كارينوباكتر دافتيريا تمام؟ بدك تعرف إنه بيكون فيها زي سواد هون لما تشوف هذا السواد أعرف إنها كارينوباكتر دافتيريا طب هلا هذا إشي علمي يعني إنه السواد هاد لأ أنا بديك جوا في الامتيحان تمام؟ لأنه أشكالهم هاي يعني فيه أشكال صعبة تحفظها الصراحة لأنه فيه أشياء صعب يتميز بينهم فإنت هاد السواد هو بميز الصورة الوحيدة يعني هي الصورة الوحيدة اللي فيها السواد هاد هي كارينوباكتر دافتيريا فععرف لما تشوف السواد هاد عرف إنه مني حكي عن دافتيريا تمام؟ تمام هاي الشكلة الشكلة على الأس أس أغار حكينا بما بتعطي سواد طلع ما بتعطي سواد بينما هون لو فيه سلمونيلا أو بارة أو سلمونيلا بارة هاي فوي بي و سي رح تكون هون زي السواد تمام؟ هاي السلمونيلا طلع كيف شكلت سواد بينما بالشقال لا لا فيش سواد تمام؟ تمام فإحنا هيك بعرفت إنها شقال لا بالنسبة للهيموفاللس الهيموفاللس الهيموفاللس كيف أقول لك بتكون شيكلها زين نجمة زي اللي ستار تمام؟ زي اللي ستار كثير صغير هاي صار كيف ستار 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 بكون شكلها زي الستار هاي بالنسبة للهيموفاللس انفلونزا تمام؟ بكون شكلها زي الستار وهوام بتكون إيش بتكون زي الميكويد زي الميكويد أو المواس بتحس إنها هيك لازجة تمام؟ هون بعرف إنها هيش بالنسبة للستاثلو كوكاس أوريس بقاذبت تعرف لأنها عبارة عن بيتا هوموليسيس برضو تمام؟ بيتا هوموليسيس تمام؟ بتكسر ك hemosرط كيف أحكي لك بتعرف البسكريت البسكريت فيه له زنجير جنزير هذا الجنزير اللي بلف على على الدعسة تمام بكون إلها نفس الشكل إذا شفت هذا نفس الشكل أعرف أنها ستافلو كوكس أوريس تمام تمام لعلبها هذه الصورة رح تيجي ستافلو كوكس أوريس كتير بركزوا عليها بس بالنسبة لستافلو كوكس إباديرموس ستافلو كوكس إباديرموس بميزها إنها كثير ويت تمام كثير لونها أبيض يعني لما تشوف إشي كثير أبيض ناسع يعرف أنها ستافلو كوكس إباديرموس تمام إذن كثير بتكون بيض هاي وصفتها هسا بالنسبة للإنترو كوكساي فشل فشالس الإنترو كوكساي فشالس زي هاي هيموفولوس إنفلونز تقريبا ولكن إذا تعرف إنه بتكون بتكون هم ماتي عشوائية كبيرة في الأقار هون تمام ماتي عشوائية كبيرة في الأقار اللي هون تمام حسنا لا تشوف انها فيرادينز كيف لك تعرف بنها فيرادينز لانها بتكون عبارة عن الفا هموليسيز فتكون لونها ايش زي الي gerок المونها زي الخضار عفل عفل اللونها غرين على خضار معاطي تمام هون بعرف انها هي ايش فيرادينز assumed striptococcus باسمية striptococcus biogen سهل تعرفها انها عبارة عن beta homolysisran تمام وهاي الصورة تدرين تعرفوها انها beta homolysis تمام طبعا هون حطتلك الفرق بين الآلفا homolysis وال beta hololysis كيف عملت بشكل بياض كامل هاي الصورة ما بتيجي هاي خالطة بين بكتريتين بكتيريا هون وفي بكتيريا هون طيب هاي من سبيل السبتوكوكاس نيمونيا اللي هي اخر ايش رح نحكي عنه سبتوكوكاس نيمونيا بكل بساطة كتعرف انها الفهوموليسز تظهر بشكل لون اخضر هيك بتحس انه شكلها مش حلو ابدا يعني طيب كيف لونها على خضر لما تشوف لون اخضر اخضر بشكل مباشر هيك اعرف انه بنحكي عن انيمونيا تمام لما نشوف انه بنحكي عن بياض اعرف انها واحدة من الستريب كوكاس بيوجين او ستافل كوكاس اوريس تمام الفيعدينز برضو حكينا بتظهر انها عبارة عن الفهوموليسزية بتحس انه لونها غامج تمام انها بارشال هيموليسز بارشال هيموليسز تمام هيك نكون خلصنا كل اللبات هيك نكون خلصنا كل اللبات هذا اللاب كثير مهم ركزوا على انه كل صورة حاولوا احفظوها من الاشياء اللي اعطتكم اياهم من الهنتات اللي اعطتكم اياهم طبعا انتم من الصورة بتقدر توصفوا الاشياء اللي حكيناها لانه افهمتكم كل كلمة شو معناها او كيف بكونوا وصفها يعني بالصورة اتوقع انه ان شاء الله اللاب واضح بان انه ما اكون قسرت معكم يعني اعذروني طالع انا من فترة فكان الوضع صعب سعليا يعني هاي كل الفيديوهات هاي صورتها تقريبا بيوم واحد تمام فكان صراحة كثير وقت واصلا صورت واحد في واحد منهم اللي مجيت امنتج لقيته مش موجود لانه مش مسيبوا انا فكان كثير موضوع متعب اذا كان صوتي تعبان فبسيطة المهم رب يوفقكم ان شاء الله موفقين فترة الفاينل تعيدكم واي سؤال عندكم خلال فترة هاي انا ان شاء الله راح اكون جاهز يعني بحكم ان لسه بداية السيستيم احنا ففي عندي وقت ان شاء الله ان اجاوب الجميع يعطيكم الف عافية نلتقي ان شاء الله في محاضرات اخرى اشتركوا في القناة